والتكن البداية بالحدث الاجتماعي المهم مقالي ومقاله الأهل والناس ومستشفاه الحقيقة الدور على أو الكلام على الدور المجتمع اللي النادي الأهل بيلعبه يحتاج وقت طويل جدا ويحتاج اهتمام ويحتاج تفعيل ويحتاج أن الناس تبقى بص عليه لأنه الأهل لما يكون له هذه المكانة في مجتمعه الأهل لما يكون له هذا التأثير في محيطه أعتقد يبقى مهم جدا أن كل إنجاز اجتماعي أو كل دور خدمي أو كل محاولة يقوم بها النادي الأهلي لخدمة أهله وناسه ومجتمعه والتناغم مع مبادرات المجتمع ومع أهداف مصر العامة تحتاج أن الناس تاخد بالها منه على الأقل علشان مش بس الكل ياخد باله الكل يقتدي بأنه في نادي بهذه القيمة الشعبية يقدر يقوم بدور مجتمعي مهم جدا النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي استقبل وفد مستشفى الناس للأطفال وده مستشفى مهم جدا يعني واحد من المستشفيات المهمة العاملة في مجال علاج الأطفال وقع كابتن الخطيب مع وفد مستشفى الناس بروتوكول تعاون في أكتر من مجال ترأسة وفد المستشفى النائبة الدكتورة أنيس حسونة هي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس وكان معاها الأستاذ محمد فرغالي المدير العام لمؤسسة الجود وهالة بيزيد مدير الشركة أو الشركات المؤسسية وابراهيم عثمان ممثل إدارة التبرعات ودنيا حسني أخصائية الأطفال في المستشفى وإيهاب فايز ممثل إدارة خدمة العملاء ده جانب من حفل أو مرسم التوقيع الأستاذ أو العميد محمد مرجان بيوقع العقد الأستاذ خالد الدرندلي والدكتورة أنيس حسونة اللي هي بالمناسبة عضو المؤسسة النادي الأهلي المجتمعية فاكرنا حضراتكم النادي الأهلي كان مجلس الإدارة أسس مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية الدكتورة أنيس حسونة واحد من أعضاء هذه المؤسسة المجتمعية المهمة جدا البرتكول الحياة فيه أكتر من اتجاه إيجابي جدا إذا كان بيسمح المستشفى باستقبال لعب النادي الأهلي في كل الألعاب للكشف الدوري عليهم أيضا النادي الأهلي في كل مقر ليه بيفتتح فرع أو مقر مصغر للمستشفى للتعريف بخدمات مستشفى الناس واللي بيقدمه مستشفى الناس من خدمات لعلاج الأطفال لتطوير الأداء وأيضا المساعدة باستمراره أبدا على نشر هذه الخدمة المجتمعية المهمة جدا الدكتورة أنيسة حسونة أشادت بدعم الكابتن محمود الخطيب للمستشفى وقالت أن زيارته للمستشفى في شهر فبراير الماضي لقيت إشادة أو لقيت تأثير كبير جدا في أداء المستشفى والكابتن خطيب كان أشاد باللي المستشفى الناس بيقدموا من خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الأطفال بالمجان وقال أن هذه الزيارة مهدت لهذا البروتوكول فبالتالي كان توقيع بروتوكول مستشفى الناس النهاردة من المهم جدا بين النادي الأهلي وبين مستشفى الناس لمزيد من التعريف والتطوير في هذه العلاقة المجتمعية المهمة عارفين خضراتكم الأهلي عنده أكتر من جانب في الخدمات المجتمعية وكتير اتكلمني هنا في ملك واجتبع على أهمية تفعيل هذا الدور وعلى ضرورة أن الأندية الكبيرة بالذات الأندية اللي لها هذا التأثير في مجتمع حولها هذا العلاقة أو هذا العلاقة القوية جدا مع الجماهير في الشارع يكون لها هذا الدور الحياة والمهم ده لخدمة المجتمع وأيضا لتطوير أداء مثل هذه الأهداف الإنسانية الكبيرة ده كان كل كلامنا عن الأهلي والناس ومستشفىهم ترجمة نانسي قنقر